موسيقى موسيقى مكاسب جديدة لمضافية القطاع العمومية للصحة تلوح في الأفق بعد توقيع اتفاقية إدارة وقعها كل من الوزير الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة الحسن الثاني للنهود بالأعمال موسيقى 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 20 نحوات المقبلة 2022-2031 الحدث اليوم يتعلق بتوقيع الاتفاق مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية ما بين وزارة الصحة والمؤسسة الحسن تلية اللي نهض بالأعمال الاجتماعية واللي كتمكن من المؤسسة بشتواكب المشاريع اللي هي الاجتماعية لمستقبلية لكن نعرف بأن تثمين الرأس البشري هو صلب الاهتمام لصاحب الجلالة وفي القطع الصحة توفير سبو الإراحة والتعام لموظفية الصحة هو الهدف الأساس من الاتفاقية كإحداث نواد ومراكز اجتماعية ثقافية ترفيهية رياضية على الصعيد المحلي الجهوي والوطني إنشاء مراكز الاستياف بمختلف المدن السياحية وكذا إنشاء نواد للقرب حيث أكبر عدد للمنخرطين إقليميا ومحليا بما كلفته قرابة الملياريذرها كما تضمنت الاتفاقية تجويد ورفع كيمة الخدمات الاجتماعية المختلفة كدعم الولوج للسكن التأمين الصحي التكملي منح التفوق الدراسي دعم مناسك الحج والمساعدات الاستثنائية هذه الاتفاقية تسعى بطبيعة الحال إلى تمسيع قاعدة المنخرطين وتطوير الخدمات الاجتماعية المؤسسة الاتفاقية فيها ثلاثة ديال المحاور المحور الأول يتعلق بالجانب الاستثماري اللي بواحد المبلغ ديال جوجة المليار ديال الدرهم المحور الثاني يتعلق بخدمة الاجتماعية الاعتيادية لسيتم طبيعة الحال الجويد ديالها والتوسيع ديالها وكم من وكيفا والمحور الثالث يتعلق بخدمة اجتماعية للقرب من إحداث وجهيز وكذلك تهيئة بعض المقاصف داخل الفضاءات الصحية والإدارية للوزارة بالإضافة إلى بناء دور حضانة وقاعة للصلاة تجسيدا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعي لبناء منظومة حماية اجتماعية قوية تجود خدمات القطاع لفائدة كافة فئات المجتمع وأسرته ترنو هذه الاتفاقية لتكريس ثقافة القرب وتعميق أواصل الاندماء لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ماتنساش ديروا أبوني اللاشين وتفعلوا زر جرس